نحو سنة المرت على استضافة الكويت مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار المناطق العراقية المدمرة والمستعادة من تنظيم الدولة أثمر المؤتمر عن تعهد الدول المانحة بتقديم 30 مليار دولار إلا أن الوعود الكبيرة لم تؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض ما فاقم من عدام الثقة الدولية مع اقتراب المرحلة التالية في حزيران عبر استضافة هولندا المؤتمر الثاني لإعادة الإعمار حتى اليوم لم تنطلق أي مشاريع ترميم أو إعمار ضخمة ولا تزال تلك المناطق تعاني غياب المشاريع الحكومية بسبب الفساد المستشري وغياب الرؤية الاستراتيجية ناهيك عن الفوضى السياسية والأمنية التي تمنع الدول من تسليم الحكومة المبالغ التي تعهدت بها شروط وضوابط وضعتها الدول المانحة لاستثمار الأموال ولعل الشرط الأهم هو أن تصرف عن طريق الصندوق المشترك وبإشراف مباشر منه لكن التخبط الاقتصادي زاد من مخاوف الدول التي لا ترغب في وضع أموالها في بلد تتحكم طبقة سياسية بقرارات الحكومة لمصلحة أجندات خارجية تنتج تغافلا عن الفاسدين حيث يحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فسادا لذلك فإن الدول المانحة تطالب بضوابط لصرف التقديمات فضلا عن ذلك تلعب العلاقات السياسية والاستقرار الداخلي دورا في عملية المنح مع اشتعال التنافس الدولي على المشاريع ناهيك عن دور الميليشيات الحريصة على السيطرة على أي تدفق نقدي في المناطق المدمرة حيث تتحكم بمفاصل مهمة وطرق استراتيجية الأمر الذي يمنع الشركات الأجنبية من الخوض فيها كذا مخاطرة في المقابل تتواصل حملات تقوم بها أحزاب موالي لإيران بهدف إبعاد مستثمرين معينين لمصلحة آخرين تريدهم طهران ومن أمثلة ذلك الحملة ضد انتفاقية مع الأردن وقبلها التشكيك في ببادرات سعودية وإماراتية في وقت طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف صراحة من بغداد بأن تكون الأولوية لإيران في المشاريع رغم أن طهران لم تشارك بمؤتمر الكويت أصلا وتهدف إلى إيجاد منفذ للتخفيف من تداعيات العقوبات الأمريكية عليها على حساب العراق وهو الأمر الذي سبق أن حذرت واشنطن بغداد منه لكن سياسي المنطقة الخضراء لا تهمهم مصلحة العراق قدر اهتمامهم بمصالح إيران ترجمة نانسي قنقر